الجامع الكبير بمدينة زبيد لا شيء يتحدث سوى التاريخ وليس ثمة من لغة سوى لغته تقرأها في النقش والسقوف وعلى جدرانه حضور ضارب في عمق المكان والزمان والإنسان أيضا الكل مر من هنا أفرادا ودويلات الزياديون والفاطميون والطاهديون والرسوليون والأيوبيون لكن هذا الجامع وحده لم يمر بعد وظل من خلفهم ملاذا للأفئدة قبل الأجساد يمتد تاريخ الجامع من القرن الثالث الهجري حتى الآن أي أكثر من 1400 عام ليظل حبا عصيا على التجاوز والنسيان حيث يفد إليه طلبة العلم من كل أسقاع الأرض لتلقي العلوم الشرعية في مدينة توصف بمدينة العلم والعلماء الجامع الكبير يؤد من أهم القوامع الموجودة في اليمن ومن أكبرها تساء ومساحته 4500 متر وتعتبر منارته المنارة الحلزونية الوحيدة في اليمن فهي المنارة الأيوبي الذي بناها أخو صلاح الدين الأيوبي تقطكي من الأيوب والمنارة الآن تشتكي من تدمر بسبب صائقة برد هذه المئذنة المنسية كأنها تشكو إهمال الجهات المسؤولة التي لا تعي تاريخها وما زالت تصدح بالآذان كما لو أنها تؤكد إصرار الجامع في بقائه منهلا للهداية والزوار أما التاريخ فالخوف يتهدده من أن يلقى خارج قائمة التراث العالمي فيما نقوشه وعقوده البيضاء وزخرفة سقوفه تختزل قصة اليمني أسير روحانية المكان المتجاوز لحدود الممكن وفن السهل والمستطاع في الزمن الغابر وفي القرون الماضية كان هذا الجامع عنوانا لكل من مر من هنا الجميع تسابقوا على أن يضعوا بصمة في هذا المقام الذي لا يزال يتحدث بلغة تتجاوز القرون والعصور والدول والمذاهب جامع لكل شيء رغم تحطم الكثير من أجزائه التي حاولت الصمود غير أنها في النهاية سقطت على في سقوطها عبرة لمن ظلوا يتحدثون عنها مجرد الحديث ولم يقوموا بأي عمل من شأنه الحفاظ عليها كذلك المسجد يحتاج إلى إعادة بعض السقوف التي تقارب من التلف فكذلك الجامع الكبير يحتاج إلى لفتة كبيرة باتباره أحد معالم هذه المدينة العلمية والجامع الكبير له أهمية تاريخية في حياة هذه المدينة فإذا ذكرنا الجامع الكبير ذكرنا زبيد فإذا ذكر الزبيد ذكر الجامع هنا في باحة الجامع حيث الزخرافة لا تقل أهمية عن داخله فالصورة تلخص عبق المكان الذي ما زال وقفا على قدميه ولم حني بعد التخلي عن هذا المعلم الأثري والموئل الروحاني ليس سهلا ولا يمكن في زيارة واحدة اكتشاف جميع أسراره ومكنوناته إذ لا يكتفي العابر أن ينقل كل ما يزخر به جامع زبيد وجامعتها أيضا